يعني موضوع الشاب مزاوي الاحتياجات الخاصة ولم يفلح إلى في القرآن يعني هنيئا لك إن شاء الله القرآن يفتح لك مجالات كتيرة وبركة القرآن ربنا يبارك لكن أي مهارة ممكن تعملها كمبيوتر حاجات على البرمجة كلام هتعلمت القرآن ممكن أعلم القرآن لو هتعلمت لغة معاه ممكن أعلم لغير الناطقين باللغة العربية مثلا أحفظهم أو أحفظ الأطفال يعني المجال مجال مفتوح معاك في الأمر ده المجال اللي أنت بتبرع فيه يعمل فيه النقطة الأفكار الوسوسية لازم تبقى في مجتمع على الأقل يدعم منك لكن أنت دائما حاسس أنا ما عملتش حاجة أنا كذا كل اللي عملته ما عارفتش أنجح فيه ما فيش مهارات تحديات إن شاء الله أنه بنعمل حلقة بعد العيد على موضوع تحديات يعني زوء الاحتياجات الخاص سواء من النساء أو من الرجال وهل صح أن هو يكمل مثلا في الأمر ده ويقفع سقف توقعاته هل صح أن حد ما عندهش احتياجات خاصة ومش من زوء الاحتياجات يتجوز واحد من زوء الاحتياجات وحدة سليمة تتجوز واحد أو واحد كذا وهو صح ونوزنها بميزان العقل والشرع الاثنين بحيث إن إحنا ما نسنشه في نفس الوقت ما نظلمش حد من الطرفين إن شاء الله بوعد مني بإذن الله نذكر بعد العيد نعمل الحلقة دي ضروري إن شاء الله لكن أنا عايزاك تبقى في مجتمع شبهك وبيبقى في جمعيات كثيرة جدا جدا أنت بتبقى شايف نفسك مهارات بيقدموها خروجات مخيمات معسكرات سفر وبيبقوا معاك اللي يتولوا أمرك في الفدوة تبقى فيها دعم بسيط ونوع من أنواع الثقة أنا في مجتمع شبهي بعزمي لكن الثقة في الأول وفي الآخر صلاتك عامل إيه؟ قرآنك عامل إيه؟ حلك مع الله عز وجل عامل إيه؟ آآ ذكرك يومك آآ غلاط كذبت خدعت حد قلت غيبة ونميمة طلعت ألفاز وأزيت الناس حسات حقات بعدنا على الكلام ده أقل على الله الله سبحانه وتعالى يا ابني يجبرك بالخير اللهم آمن